في الحزب ولا في الحركة ولا فيهم مجووش عندنا شاب كان متزوج هو المراد يلو 11 عام عنده مجووش ديال الدلاري وقع بينهما خلاف هو اللي غالط شي هي هو اللي غالط هو عنيف در خطأ صفي المراد قتله سيفيني مهم ما عارش يتصرف في الخر حشم مني هو وجال عندي هو وياها ودرت بيناتهم صلح ودرت بيناتهم طلاق بغوا الطلاق ودرت لهم داك طلاق اتفاقي ومشو الدول القاضية قبل لا توضو وزونا لآخره السيد كان كي قمت 16 ألف درهم الشر درت له 4 ألف درهم كي خلصها صن بولي واحد لوقت هداك الخدمان اللي كانت عنده وكلها ما بقعتش أو اللي تخرجوه هو المهم كان هو خدم مع شي جيها يعني شي موقع إعلامي خارج خارج الوطن نظر ليه ما بقاش قدام ما بقاش تقدر يخلص ما ش يبقاش تقدر يخلص ما بقاش تقدر يلقاك في شدري يعيش يعيش يسكن ويأكل ويأكل على حساب حيث شمرت كتعرف حتى قال له كترت الهم كان الهم كي يبكي وكترته كتضحك كان ضحك أنا وياه أو لا أنا والأخر اللي كيتكلم يعيش تقول مرة مرة يخلص شي بركة وما تقدرش يخلص كل شي ربعة ألف درهم ما أنا كنقول لكم كي يبات عند الأصدقاء ديال تايب شي بات هذا النار هنا وذنار هنا الولد كلك يقبط 16 ألف درهم والسيدة كتشتغل عندها ينفي غذية لها بسيطة ولكن عندها أنت أقول لا مش أدعته شدوه في الحقيقة أنا دخلت باش أعطوه مهلا باش أقلم إلى آخر هاد المرة الأخرى أنا كان أفتح للإنترنت وانا كان ألقاه كاتبوا رسالات يقولوا أنا راني غادي للحبس ما فيها لا إله ولا حتى عملت الاتصالات ديالي لقيتهم الناس اللي استقبلوها بلا اتصال بلاه ولو أعطوه فرصة باش يمشي يعود يقلب على شدوه يخلص أعطوه غير أسبوع المهم شي واحد محسين عاونه الله يجزيه بخير وأنا عاونته شي شوية إلى آخره نمخلصنا له هذا الشي هذا هذا خلال في العدالة أنا ما أتكلمت مع الناس يقولوا يا سعي الله ولكن رأي عود تاني هذه المرة تأي رأي عند ذاك الولاد صحيح ولكن لا الإنسان ما عندوش ما عندوش ما عندوش باللات يكون عندو ديك الساعات يدار فضاء حيث كان عود تاني بندم اللي كي بديه حتحيل ويقولوا أنا ما عنديش ويجيبوه ديك الساعات يدفع فبتنين لله قرأ دب هادي وحدا ما كيناش هو 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 مشال عند القاضي تيقولوا القاضي يتيني بما يثبيت أنك ما بقاش عندك كيف هيدير باش يجيب هواي سبعوه لله رضيح لكم دب أنا تشيرك نقول لكم هذا مشكل حقيقي معا تشيرك فانتوما دب بحالة الموضوع إلا كان بقي شي حاجة يمكن أن تعالج في يعني في خسكم انتوما دبا يفوض يعني كمون دي غاج خسكم عندكم واحد الحساسية للمعاناة دي المواطنين في واحد العدد دي المجالات في الكراء في كده في كده وهذا شي هذا ينتج يعني أفكار ومقترحات تعديلية اللي غد توصلت ولي مقترحات قوانين اللي غد تجي تمشي 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 لعند الإخوان في البرلمان يطرحوا هكا مقترح قانون هتقولوا لي السعيد إلا المقترحات دي القوانين ما كدوش هذا ماشي شغلكم انتوما من اللي تجيبون انتوما المقترح دي القانون يمكن أن نهزون دي وزير العدل الله يرضي بنوبي اللي يرضي بنوبي من تير الله الحق أخصني دي مقترحة باشي دي القانون دي التعديل الحكومة باشي يبقاش هذاك وإن كان هو كشخص وده كوهبير رجل نطيف وصديق دي ولكن أشغان دلو أنا واللي واللي اخترى الطريق مع الأسف الشديد فأنا بغن نقول لكم الإخوان هت الحساسية القانونية دي رفع العنات عن الناس أنتما محامين صحيح ولكن أنتما كذلك